حيو الاجل المغمراتي حي مركوب الثلاء بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نتوكل ونستعين متابعينا مستمعينا الكرام الافاضل انطلاقاتنا متواصلة وتحدياتنا مستمرة انطلاقة جديدة واندفاع كبيرة من هنا من عاصمة الميادين في هذا اليوم الخاص بسن اللقاية وانطلاقات اللقاية اتقدم بتقدم هذه الاسماء شواطنا التاسع عشر الخاص باللقاية القعدان المهجنات شواط الانتاج اول التحديات هذا شعار بن غصنة يتقدم مع ملفت سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري على المركز الاول بن ملي على المركز الثاني ناصي يتقدم في هذه اللحظات حارب بن محمد بن غنام الهاملي يتقدم بشعاره بانطلاقة ناصي شعاره يقدم مستويات واداءات كبيرة ومرموقة في هذا اليوم شعار بن غنام بين ملي على المركز الثالث ايضا هذا شعار بن غصنة يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة مقدام محمد بن سهيل بن غصنة العامري على المركز الثالث بين ملي على المركز الرابع اشوف انطلاقة الكايد ناصر بن محمد بن قران المنصوري يتقدم ويندفع بالكايد على المركز الرابع والمركز الخامس انطلاقة وحضور واندفاعة الشام سالم بن خليفة بن لسيود الدرعي يتقدم على المركز الخامس المركز السادس شوف الاندفاع الوصول من مجد ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس والمركز السابع القدوم من هملول ابراهيم بن سعود بالصغير الدرعي حاضر بهم لول في هذه اللحظات على المركز السابع والمركز الثامن شعار بن بيشان يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع شايبان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجم يتجاوز إلى المراكز الامامية والمركز التاسع ايضا انطلاقة وحضور الذيب هناك المنطلق على ما يبدو لي اهلال بالغدير بالعجيد الاكتبي يتقدم ويندفع في هذه اللحظات بينما القادم والمنطلق هو شعار بن منانا في هذه اللحظات ينضم ويتدخل بانطلاقتي مختلف في هذه اللحظات او هناك مغرور نعم اسعيد بن منانا بن دين الاكتبي والوصول والانضمام في هذه اللحظات التدخل من عز الجيش اسعيد بن علي بالسم المنصوري هذه العشر المراكز الاولى هذه الانطلاقة والعودة من جديد لمقدمة الشعوط الى صدارة الشعوط الى هناك الاثنين كيلومتر المتبقية يا من تتابع ويا من تراقب هذا الانطلاق المركز الاول بن غنام مازال منطلقا على مقدمة الشعوط بحضور ناصي حارب بن محمد بن غنام الهام ليندفع ينطلق بانطلاقة قوية انطلاقات قوية هذا الشعار شعار بن غنام واندفاعاته كبيرة حضورة كبيرة هذا اليوم هذا الشعار بينما الليح المركز الثاني يتقدم احد الشعارات الوثبوية انطلاقة شعار بن غصنة القادم مع ملفت سالم بزهيل بن مسعود بن غصنة العامري والمركز الثالث شوف ايضا الانطلاق الوثباوي القادم مع الكائد ناصر بن محمد بن قران المنصوري بينما الليح المركز الرابع وصلوا وتقدموا ابناء المملكة لينطلقون مع شايبان حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجم يتقدم وينطلقون ابناء جودة المركز الخامس شوف هملول ابراهيم بسعود بالصير الدرعي يتقدم وينطلق على المركز الخامس هذه الكوكبة الخماسية الكبيرة ولكن بن غنام بن غنام بن غنام بن غنام ينطلق على المركز الأول يندفع بصدارة الشوط ناصي وماركتي ناصي وما أدراك مناصي وزلالاتي ناصي يتقدم بن غنام يا سلام يا سلام انطلق بن غنام بهذا الأداء الكبير بهذا المستوى المميز العصف الإبطان يا أخواني اللي يبغي الفوز يا أخواني اللي يبغي الناموس ينطلق مع بن غنام يندفع مع بن غنام الدرعي على المركز الثاني أعلن حضوره أعلن انطلاقته هناك مع هملول أبراهيم بسعود بالصير الدرعي ولكن بن غنام بن غنام يتقدم على المركز الأول يندفع على المركز الأول شوط الانتاج إلى أين شوط الانتاج مع من الدرعي واصل وبكل قوة راح يا بن غنام رشه بواحدة وثنتين هل يروح يا أخوك على المركز الأول بالانطلاق المميز ناصي ناصي راح 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 ناصي راح بن غنام بدأ شوط راس بينهيه راس راعي ناصي بن غنام بن غنام بن غنام الغنايم لك الفوز لك يا راعي ناصي في شوط الانتاج انطلق هناك بدون أي منافس بس خلاص يا خوك الحين ما يحتاج العصى خلاص يا بن غنام ما يبلعصى ولا هوب يحتاج ناصي سلام بن غنام سلام قلتلكم وحذرتكم يا اخواني من هذا الشعار وانطلاقاته الكبيرة حارب بن محمد بن غنام الهاملي تستهل الفوز والناموس يا بن غنام المركز الثاني هناك كان دخول جماعي ما بين شعار الدرعي مع هملول إبراهيم بسعود بصير الدرعي وأيضا هناك كان سكر أعبيد بسعيد بزايد بسعيد المزروعي هناك كان دخول جماعي ما بين المركز الثاني والثالث المركز الرابع منفت سالم بسهل بمسعود بطوصنا العامري والمركز الخامس انطلاقة كفو عبد الرحمن بسيف غدير العرياني تهانينا والناموس للجميع تهانينا والناموس لك يا بن غنام على هذا المستوى على هذا الهداء الكبير سبع دقائق ستة وعشرين ثانية خمس أجزاء من الثانية بن غنام ما زال يظفر بالغنام ما زال يقدم الكثير والكبير من العطاء مع شعاره في هذا اليوم الذي يقدم المستويات الكبيرة وخاطفا لعديد من النقاط المركز الثاني اذا الدرعي على المركز الثاني هناك بانطلاقة وباندفاعته شعار هملول ابراهيم بسعود بصير الدرعي هو من حل ثانيا في هذا الشهوط والمركز الثالث كان هناك سكر عبيد بن سعيد بن زايد بن سعيد المزروعي هناك بتوقيت زمن سبع دقائق تسعة وعشرين ثانية ثمانية اجزاء من الثانية اللي كليهما على المركز الثاني والثالث تهاننا والنموس للجميع